الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العلي العظيم عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هذه الليلة تصادف ذكرى أعظم مصيبة نزلت على هذه الأمة وعلى كل تاريخ البشرية حيث ورد هذا النداء تهدمت والله أركان الهدى لم يرد نداء من السماء كهذا النداء في هذه المصيبة في نفس الوقت هذه الليلة تصادف ليلة القدر هذا التضاد العجيب من جهة ليلة مباركة عظيمة البركة عظيمة الآجر ومن جهة ليلة حزينة كئيبة أعظم مصيبة في هذه الليلة يمكن استلهام نكتة مهمة من هذه الليلة بجانبيها وهو مضوع يرتبط بحياة الإنسان هم في الجانب المادي هم في الجانب المعنوي وهو المشكلة الأساسية التي أدت إلى هذه الكارثة العظيمة باستشهاد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام شنو كان السبب السيد جعفر الحلي يقول لبس الإسلام أبراد السوادي يوم أرد المرتضى سيف المرادي هذا الظاهر الواقع ماذا كان شنو السبب الذي أدى إلى هذه المصيبة العظيمة ليس سيف المرادي أردى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إنما العامل الوحيد إذا واحد يقرأ النصوص نهج البلاغة يجد أن العامل الأساسي أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هو الذي كان يطلب من الله تبارك وتعالى الشهادة ليش لأنه لم يكن له ناصر ولا معين قال في نهج البلاغة اللهم إني أستعديك على قريش أستعديك يعني أطلب منك أن تعاديهم فإنهم غصبوا حقي وأكفأوا إنائي وأجمعوا على منازعتي حقا أجمعوا اتفقوا على منازعتي حقا كان لي وقالوا قريش إن في الحق أن يمنع وإن في الحق أن يؤخذ أو إن في الحق أن تأخذه وإن في الحق أن تمنعه الحق إذا أنت تأخذ تقدر حقك تأخذه أما إذا ما تأخذه الحق لا يعطاه فلم أجد مساعدا ولا رافدا ولا ذاب إلا أهل بيتي ما عندي أحد إلا أهل بيتي الإمام أمين الممي عليه الصلاة والسلام في يوم الذي ضربه اللعين ابن ملجم كان عقد في نفس اليوم سويعات قبل الضربة عقد أربع رايات تحت كل راية عشرة آلاف مقاتل شنو يعني لم أجد العبارة هذه لم أجد رافدا ولا مساعد ولا ذاب أربعين ألف مقاتل هذا فقط هذه الرايات الأربع اللي عقدها في سويعات قبل الضربة الراوي يقول في يوم الجمعة كان عقد هذه الرايات فلماذا لا مساعد إلا أهل بيتي أهل بيتي يعني الإمام الحسن والحسين فظننت بهم عن المنية ظن يعني بخلت بهم عن المنية أنا بخيل أن أدفع هؤلاء يتعرضون للموت الزهراء صلى الله عليه دافعت عن أمير المؤمنين شنو صار فيها قتلوها أمير المؤمنين يقول إلهي أنا ما أريد أعرض هؤلاء للموت هذا لأهل بيتي فالقضية الشنو قضية ترتبط بكلمة واحدة في غاية الأهمية وهي بسيطة جدا ربما أقول أظن أنني أثرت على حل لمعظم الغاز العالم المادي والمعنوي من خلال هذه الكلمة التي أريد أن أطرحها الآن ربما أقول هذا كشف لسر الحياة جوهرة الحياة هذه الكلمة مضمونها بسيط بس واقعها حقيقتها ترتبط بكل الحقائق التي في الحياة من القيم وغير القيم كلمة التركيز هذه الكلمة هذه الكلمة التي ولدت كل هذه المشاكل في الحياة الإنسان كائن غير مركز طبيعته مجبولة على الفوضى على العشوائية على التشتيت هذه نقطة كل البلاو التي حصلت في الكون وستحصل وتحصل الإنسان مجبول ينساق إلى التشتيت ذهنه مراكز هذه الكلمة الوحيدة ما عنده انضباط الانضباط بأركانه الثلاثة الانضباط قد يكون في الفكر وتارة يكون في المشاعر والأحاسيس وثالثة يكون في السلوك الانضباط السلوكي هذا العنوان هذا الانضباط هذا التركيز هذا الأساس في هذه المصيبة العظمى التي حصلت في مثل هذه الليلة وهي استشهاد أمير المؤمنين عليها صلى الله عليه وسلم أصحاب أمير المؤمنين هؤلاء الأجلاء صلوات الله عليهم هؤلاء كانوا مضحين في أقصى درجات التضحية بس تضحيتهم ما نفعت أمير المؤمنين كانوا مخلصين وفي أعلى درجات الإخلاص لكن إخلاصهم ذر ما نفعت ما نفع أمير المؤمنين كانوا مجاهدين كانوا مضحين كانوا مؤمنين كانوا مطيعين كانوا مطيعين لكن إطاعتهم ما نفعت أمير المؤمنين ليش لأنه ما أدركوا كيف يتصرفون هذه المشكلة أمير المؤمن عليه الصلاة والسلام في رسالة عنده في نهج البلاغ لاحظوا هي خاطب فيها كميل بن زياد صلوات الله على كميل هؤلاء أجلاء بلا حدود ولكن بالنتيجة أخفقوا إخفاق بسيط والله لم يكن إخفاقهم في تضحيتهم أبدا ولا في إخلاصهم ولا في حبهم لأمير المؤمنين ولا في إيمانهم ولا في إطاعتهم أطاعوا لكن ما كانوا إخفاقهم كان في تركيزهم عشوائية فكرهم عشوائية سلوكهم فوضى الفكري الفوضى الفكرية هذا التي أدت به هذه المصيبة العظمى أمير المؤمنين يكتب له أما بعد شوفوا نص كلام أمير المؤمنين أنقلكم هذا في نهج البلاغة أما بعد فإن تضييع المرئمة أمير المؤمنين خلاه والي على منطقة والي كميل هذا صاحب سر أمير المؤمنين هذا الحواري الجليل جداً على منطقة اسمها هيت متأخمة إلى حدود الشام هذه منطقة محصنة كانت بعدين كان يسوي يتبادل الغارات على منطقة قرقيسيا هي منطقة الشام فكتب له هذه العبارات أن تضييع المرء ما ولي وتكلفه ما كفي لعجز حاضر ورأي متبر الشي اللي أنا وليتك تضيع المرء ما ولي يضيع الإنسان ويتكلف يتكفل يتكلف يطيح نفسه في مشكلة الشغلة اللي أنا ماردت منك وتكلفه ما كفي لعجز حاضر يعني أنت هذا حجز أنت إنسان في نهاية العجز شوفوا هاي المصيبة ورأي متبر شوفوا لما أقول الفكر التشوش الانسياق للتشتيت رأي متبر متبر يعني مهلك متبر القرآن يقول متبر ما هم فيه متبر يعني مهلك ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون القرآن يقول متبر يعني هلاك رأي متبر مهلك ما يقول أمير المؤمنين مهلك لمن حذف المتعلق يفيد العموم يعني مهلك لنفسك مهلك لأميرك مهلك للجند ما لك مهلك للمنطقة المحصنة اللي بيدك وأن تعاطيك الغارة على أهل قرقيسيا وتضيعك مسالحك التي وليناكها هذه المسالح يعني منطقة الأسلحة وعني هذه المنطقة المحصنة تضيعك ليس بها من يمنعها أنت تطلع تسوي غارة المنطقة تفرغ يصير منطقة نفوذ معاوية يسوي منها خلال هذه المنطقة يسوي غارات على مناطق أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وأن تعطي لك مسالحك التي وليناكها وتعاطيك الغارة على أهل قرقيسيا أيضاً أمير المميع عليه الصلاة والسلام يقول لرأي شعاع شعاع هناك يقول رأي متبر هنا يقول رأي شعاع لقد صرت جسراً للمغارة من أعدائك على أوليائك انتصر الجسر أن أعدائك يسوون غارة على أوليائك وشوفوا فلم تمنع الجند أمير المؤمنين يقول ولم تطع أمامك أميرك تعبير الأمام في هذه الخطبة الإطاعة كانت ما كان ذلك عصياناً من كوميل إنما ما كان ضابطاً للقضية هذه المشكلة أنه كان مفروض هذا الحصن يضبطه حتى لا تحصل هذه المخالفات الإمام أمير المميع عليه الصلاة والسلام وكل كلف في نهج البلاغة موجود محمد بن أبي بكر والياً على مصر كتب له اعلم يا محمد أن مصراً أعظم أجنادي عندي أجنادي يعني عاصمتي أجنادي يعني يعني الملة أعظم الملة عنده عند أمير المؤمنين بعدين صارت على كل حال مناوشات محمد هد الدير وشر الدن حاش أمير المؤمنين نهج البلاغة أكو ألاو أني قد أردت أن أبعث إلى أهل مصر هاشم بن عتبة ما كتري أبعث محمد بن أبي بكر هاشم بن عتبة المرقال ولو فعلته لما أنهزهم الفرصة ولما ترك لهم العرصة بلا ذم لمحمد بن أبي بكر فلقد كان لي ربيبة ولقد كان لي حبيبة أمير الممي يقول ما أريد ذمه بس هو هذا شوفوا لما أنهزهم الفرصة ولما ترك لهم العرصة إذا كان هاشم هاشم بن عتبة محمد أنهزهم الفرصة انطههم مجال حتى يعيثون فسادا وترك لهم عرصة مصر هذا ما كان مخالفة منه إنما كان المفروض يضبطون هذه قضية حرب قضية خطيرة للغاية ما يصير الإنسان يتماهل فيها ما يصير الإنسان يتجاهلها كان يقول له هؤلاء جيشون الجيوش على حدود مصر باغتهم قبل أن يذخنون يكبرون فكان يقول لا إن شاء الله ما يصير ما يصير حرب هاي مو قضية هيينة هاي قضية خطيرة انتو ما ضبطوا الأمور أمير المؤمن عليها صلى الله عليه وسلم اضطر أنه على كل حال يرفع عيده ويقول إلهي أخذني ما أرداه سيف المرادي أرداه هؤلاء الأصحاب حيث لم يتقنوا كيف التصرف حقيقة هذا فهذا مسألة كلش مهمة الإنسان طاقة بلا حدود هذه الطاقة بلا حدود هذه الطاقة منفلتة مهدورة يقولون يقولون أنا شايف الكتب العلمية الموجودة يعني تطبع في أبرز جامعات العالم يقولون الطاقة المودوعة في الإنسان تعادل ثلاثين قنبلة هيدروجينية عظيمة مهدورة هيدروجينية يعني يقال ثلاثين ألف قنبلة للذرية التي ضربت هيروشيما يقولون هذا الطاقة المودوعة أمير المؤمن يقول يقول أتزعم أنك جرم صغير وفي كنطول عالم الأكبر وفي كنطول عالم الأكبر القرآن يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم شوفوا هذه المقارنة الآفاق هذا لازم المقارنة تصير مناسبة في التقارن يعني الإنسان طاقة طاقة تعادل طاقة الآفاق تدرون يعني شنو آفاق هذا الكون التي إلى الآن يقولون تريليارد تريليارد عدد الكواكب التي قد اكتشفت إلى الآن من هذا الكون المرئي يسموه تريليارد يعني ألف مليارد ألف مليارد هذه وحدة منها كوكب الأرض هذا الكون اللي الآن مرئي غير الميتاكون يسموه ميتاكون يعني الكون غير المرئي المجهول هذا أصلاً من يدري شنو الإنسان طاقة الله تبارك وتعالى جعلها في هذا الإنسان هذه الطاقة الحبيسة المصيبة وين وقت اللي هذه الطاقة تتحرر الإنسان يحرر هذه الطاقة يصرفها في شنو؟ يصرفها في دمار الوجود هذه فد مسألة فد بحث فد إصطلاح أنتروبي يسموه هذا إصطلاح تدرون كل شيء إلى فد وحدة قياس كل شيء إلى وحدة قياس سكر شايفين أكو جهاز سكر الإنسان لما يريد يقيس السكر يريد يقيس الضغط يريد يقيس مثلا الكوليسترول مثلا الدهون الثلاثية يقيس أي شيء أكو قياس درجة الحرارة إنسان يفتمش قد جسم حرارة في الجو هذه وحدة قياس وحدة قياس العشوائية هذا الإصطلاح وحدة قياس الفوضة في النظام الشيء المنظم لابد أن يجتمل على شيء من الفوضة شيء من العشوائية من التسيب هذه الوحدة يسموها الصلاح الغربي يسموها أنتروبي هذه الوحدة عندما الإنسان يستعملها في حياته يتبين إش قد الكارثة كبيرة أمير المميع عليه الصلاة والسلام يقول كل شيء عبارة مهمة عند تصحيح الضمائر تبدو الكبائر لما أن الإنسان ما يستعمل وحدة قياس السكر يتصور دائما عنده هبوط سكر مع أنه هو عنده سكر عالي مرتفع أنا إلي صاير كرارا كرارا أحس أنه عندي هبوط في السكر أخذ القياس أخذ يعني أشيك أشوف هاي يطلع عند تصحيح الضمائر تبدو الكبائر قضية التركيز قضية جدا بسيطة ولا يعلم مدى عظمتها لكن عندما يستخدم جهاز قياس الفوضى العشوائية إحنا فكرنا عشوائي أمير المؤمنين يقول للكميل رأي شعاع القرآن يقول والليل إذا بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى الله ده يحلف ده يحلف شوفوا وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى شتى يعني شنو مش تشتت السعي يعني مو سعي العضلان حتى السعي الجهد الفكري هذا سعي متشتت لما الإنسان فكرة ما يقدر يركز فكرة هم ما يقدر يضبط الأمور اطلعي الأمور الأمور تضيعي إحنا في كل أبعاد حياتنا أدنى طاقة مهدورة شوفوا هذه الطاقة تتحرر لما تتحرر مراكزة لما المراكزة عشوائية الطاقة شنو يصير إحنا في تربية أولادنا في حياتنا الاجتماعية في حياتنا النفسية في تفكيرنا في تخطيطنا في كل المجالات فوضويين فوضويين للغاية وهاي الفوضاء تدرون متى تبدو الكارثة عندما تكون وراها الطاقة ثلاثين قنبلة هيدروجينية تدرون شنو يصير هاي الطاقة عندما تتحرر هاي الطاقة الحبيسة عندما تنفلت تحدث شنو كارثة الطاقة الكبيرة عندما لم يكن عليها خناق هذا الخناق هو الفكر الراكز مو فكر الراكز كل فكر مطشر هذا اللي هو أهم شيء في الإنسان فالشيء لاحظوا هذه استبصارات كلش مهمة في القرآن الكريم الله تبارك وتعالى تارة يحلف مرة تارة مرتين أصلا الله لمن يحلف يعني قضية كارثية ليش الله لازم يحلف ليش الله لازم يحلف ومن أصدق من الله يقيل ومن أصدق من الله حديث منه ليش الله لازم يحلف يعني ليش لأن الإنسان ما يصدك خب بعض وقات يحلف أربع مرات بعد ماكو يمكن مرة مرتين أكو يحلف أربع مرات في قضية واحدة الله دعش مرة يحلف هاي القضية اللي أقول أنه أكاد أقول أظن أنه تمكنت أن أحل بها معظم الغاز الكون المادي والمعنوي هاي القضية والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها شوفوا كل حلف بالحقائق الكونية الكبرى شوفوا فتقاعدة أكو في الفقه يسموه مناسبة الحكم والموضوع هذا أكبر قرينة حالية يسموه قرينة تضمنية قرينة لفظية الله لما يريد يقول فالبيان يتحدث عن شنو تارة الله يحلف شنو والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين هذه حلف مو بالكون مو بالحقائق الكونية اللي هي ترتبط بالميتا كون والمعنوي المجرات هنا نلاحظوا كل القسم اللي يهدعش قسم الله تبارك وتعالى يطرح لأجل طرح كلمة واحدة قد أفلح من زكاها هذه التزكية التزكية يعني شنو يعني أضبط فكرك ليش لأن هذه قرينة الحديث عن كون منضبط شوفوا كلها منها ما يقول والتين والزيتون ما يقول وطور سينين وهذا البلد الأمين يتحدث كلها عن الشنو والشمس والضحاها والضحاها شنو هي قضية كون ليش هذا هذه الإضاءة ليش أكو ليش في الفضاء ماكو إضاءة ليش هذا الشمس تضيء لأنه أكو جزيئات أكو ذرات في الكون كلما الإنسان يصعد هذه الذرات يصير فاصلة بين يعني كثافة قل الكثافة الحجم يقل فلذا ماكو نور هذا النور يرتبط بشنو بهذه الذرات والجزيئات المنتشرة في الكثيفة في أطراف الأرض وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها وما بناها هذه السماء يقولون هذه السماء سامعين درب التبانة مجرة درب التبانة هذه مجرتنا اللي المنظومة الشمسية فد نقطة في هذه المجرة هذه وحدة يقال من عشرة مليارات مجرة في الكون اللي إلى الآن مكتشفة هذا السماء مجرة درب التبانة يقال يقال عشرة تريليونات من أربعة أربعمائة مليون إلى عشرة تريليونات كوكب فيها هذا مو حجي جهال هذا هذا علم هذا خلق الله هذا خلق الله الله يحلف بهذه الأمور ليش حتى يبين قد أفلح من زكاة التزكية التزكية هذه التزكية مو التزكية أن الإنسان مثلا يروح يكون مقدس القدس بلا شك ولكن هذا القدس إذا ما يكون تركيز والله ما ينفع بل يضر لأن الطاقة أكو وراء هذا القدس الإنسان يسخر هذه الطاقة في شنو؟ في دمار الحياة في دمار الدين طاقة لما ماكو تركيز وأكوهم الزهد هذا الزهد غلاف عشوائي عندما الإنسان كل حياته بفوضة يفكر كيف يكون تصرفاته تكون تصرفات دقيقة أقرى مرة ثانية والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها من بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ليش شنو دعش مرة ما كون نظير إلا في القرآن قد أفلح من زكاة الفلاح هذا اللي أقول في نظري معظم الغاز الكون اكتشفته هو هذا العنوان قد أفلح أشوفه الله دعش مرة يحلف عليه هذا ما إلا نظير في القرآن وبعدين يبين أنه التزكية التزكية إحنا نفكر تزكية الإنسان يروح شنو يصلي صلاة الليل مو هذه التزكية أنه الإنسان يطيع الله ويطيع أهل البيت صلوات الله عني مجمعين مو الإطاعة هو الأساس ولكن شنو الذي يصحح الإطاعة من وين أكتشف أن إطاعت صحيحة يا ولا ما أطع في الخطأ أن أتصور أن عندي هبوط في السكر أروح أكرف لي سكر صدق أحس عندي هبوط إذا ماكو جهاز قياس هذه العشوائية هذه الفوضة هذا الانسياق للتشتيت الذهن متشدد إحنا مجبولين طبيعتنا هكذا الله تبارك وتعالى يقول له رح حاول ضبط فكرك ضبط سلوكك مشاعرك وأحاسيسك ضبطها ضبط سلوكك هذه ثلاثة الانضباط أتصور هذه الكلمة الانضباط في المجالات الثلاث أسمي عبارة أخرى عن التركيز على الانضباط الفكري المشاعري الإنسان في ليلة القدر أهم شيء التزكية هذه التزكية يحاول أنه يخلق لنفسه يخلق لنفسه جهاز قياس إذا هو ما يدري يعتمد ذاك الوقت يفتهم إيش قد الإنسان منحرف كيف إحنا طاقاتنا نسخرها لضرب الدين كيف إحنا طاقاتنا نسخرها مو بسبب العياذ بالله خبث لا بسبب عدم انضباط الفكر لرأي شعاع لرأي متبر أمير المؤمنين يقوله مرتيا منه بالنسبة إلى أشرف الناس الذين قدموا وضحوا من أجله هؤلاء ضحوا الغالي والنفيس من أجل أمير المؤمنين بس شنو صار شنو فات أمير المؤمنين يقول له يقول له أنت ما أغنيت عن إمامك ما أغنيت عن إمامك أنت ما سويت شيء هذا كميل وروحوا شوفوا فيه قضايا ما أريد أفصل في هذا الجانب نهج البلاغة مليء شهد الله شوفوا كل نهج البلاغة أمير المؤمنين ينزل على جماعته شوفوا نهج البلاغة جيبوا لي فد موضع فد موضع في نهج البلاغة أتحدى أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يمدح جماعته نهج البلاغة مليء بالذكر على كل حال بذكر التوحيد والعدل والنبوة أما عندما يتعرض أمير المؤمنين يعرج على مشكلته مع أصحابه دائما أمير المؤمنين يشد عليهم يجلدهم وشلون تعابير وهذولهم كأجلاء كانوا يا أشباه الرجال روحوا شوفوا المنه قال أمير المؤمنين ولا رجال حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال لو ذدت أني لم أعرفكم معرفة والله جرت ندمه هذا المنه كان ليش نحن نقول يوم أردى المرتضى سوف المراد سوف المراد ليش أردى هو أمير المؤمنين كان يدعو الله تبارك وتعالى هو أردنا نفسه لهذه المصيبة ليش لأنه ما عنده ناصر شي سوي أحسن شي أنه يموت سكينة صلى الله عليه قالت الحسين يوم عاشرة استسلمت للموت قال كيف يصنع من لا ناصر له ولا معي شي سوي أحسن شي يموت يستسلم للموت هذه الطاقة الهائلة عندما تنفلت بدون تركيز الإنسان يسخر أمواله يسخر فكرة يسخر على كل جهوده في شنو في تدمير العائلة في تدمير الحياة في تدمير المجتمع ما ندري ما نعرف هم ما ندري هم ما نعرف هم ما كفت جهاز يبين يعني نفجهه تبين هذه الفوضة العارمة في حياتنا هذا في شهر في ليلة القتل يحتاج إلى تعديل أكو آية والله أكثر الآيات اللي تصدمني تصدمني فعبارة حقيقة عجيبة الله تبارك وتعالى يقول تالله لقد أرسلنا في أمم من قبلك ليش تالله الله في القرآن ولا مرة ما يقول والله ماكو مئتين وستين مرة أكو والله ما والله والله ماكو إلا فد مورد اللي هو ما يقول اللي ينقل عنك لسان الظالمين يقولون والله تالله هذا الحل اللي الله الله يحلف باسمه فقط مرتيا في القرآن الله من جانبه يحلف باسمي تالله لقد الله يريد يبرأ ساحته شوفوا شلون واصل القضية إلى أي مجال يقول أنا سويت شغلي أنا بعثت الأنبياء أنا حاولت وياه ذوله بس هم زينا لهم الشيطان وأعمالهم أعمالهم تالله لقد أرسل لقد أرسلنا في أمم من قبلك أرسلنا أنا أرسلنا الرسل شنو فزينا لهم الشيطان وأعمالهم فهو اليوم وليهم ولهم عذاب أليم يعني اليوم هذول الأمم وليهم منه الله يقول أنا خليتهم هذول كلهم بحضيرة إبليس خلي إبليس يتولاهم هذول يوم يصيرون تحت إحنا يوم القيامة إبليس يتولانا الله يقول أنا سويت شغلتي أنا بعثت الأنبياء ويحلفهم تالله لقد أرسلنا في أمم من قبلك قبلك أمم أرسلنا رسل يعني فزينا الإنسان دائما يتصور أنه تصرفاته صحيحة دائما يتصور أنه عمل صحيح فزينا لهم الشيطان وأعمالهم والكارثوين أن الله يقول يوم القيامة أنا ما أتولاهم أخليهم تحت أمر إبليس اخلي إبليس يتولى هذا فهم اليوم فهو فهو وليهم اليوم وليهم إبليس العياذ بالله يوم القيامة نجي ولينا إبليس نحن ضمن إدارة إبليس يوم القيامة ولهم عذاب أليم العياذ بالله هذا عذاب أليم في الدنيا والآخرة هذا يحتاج إلى علاج الإنسان ليه يتصور تصرفاته صحيحة مو كل واحد يقدر يتصور تصرفاته صحيحة شنو الدليل على أن هذا شيء اللي تقوله صحيح شنو الدليل على أن هذا اللي تفكره صحيح هذا التصرف صحيح هذا الطاقة اللي تبذلها صحيح منه قال وين درست متى شفت الدين كم سنة درست دين كم سنة درست نهج البلاغة كم سنة درست فقه كم درست سنة درست أربعين ألف رواية في الفقه فقط أكو كم من هذه الروايات شفتها هذه الروايات الإنسان هم يقراها شنو أمير المؤمن يقول يا ذرها ذرو الريح الهشيم حديث واحد تدريه شوفوا هذا التركيز حديث واحد تدريه خير من ألف حديث ترويه بالدرايات للروايات يعلو المؤمن أعلى درجات الإيمان هذا كلام المام الصادق صلى الله عليه ادري شنو معناته وين ماكو دراية هتشي إنسان يخبطها بالكيلوات ديلة القدر وهذا المصيبة العظمى حقيقة تلهمنا موضوع جدا مهم في حياتنا الفلاح المضمون عند الله قد أفلح من زكاها يكون من خلال هذا مو في من خلال أن الإنسان يعبد الله أكثر إذا يعبد الله أكثر أخيرا إبليس يجي يقص عليه ويحظه ويسببه أنه يصير كارثة على الدين يستعمل آلة لضرب الدين مو بالضرورة إلا يكون عالمها لا حتى الإنسان العادي حتى الإنسان العابد عندما يضحك على عقله إبليس يسير إبليس شون يصير يصير آلة لضرب الدين عندما إبليس يجي يزين أعماله إبليس شغلة هذا يجي يعطيك فكرة بعدين يقعد يعطي هذه الجماليات لهذا الفكرة في تشوف عمر الإنسان كل قضى في هذه الفكرة الفاسدة المنحرفة حقيقة أفضل قرار الإنسان في ليلة القدر يقرره إما أنه يدرس عدل حقيقة يدرسه يحتاج لك أربعين خمسين سنة دراسة أو أفلح من كلام أمير الممين عليه الصلاة والسلام من استسلم من أمير الممين عليه الصلاة والسلام يقول اعتمد تمسك بحجزة هاد فنجا مو كل واحد هادها لازم الإنسان يختار الهادي بشكل عدل صدق شنو الهداية شنو وتمسك بحجزة إذا الإنسان هو ما يقدر يقيم خليه يتمسك بواحد عنده قدرة تقييم إحنا ما عندنا قدرة تقييم والله العظيم نتصور أنه هذا الشيء جيد أما ما ندري أنه هذا الشيء بالفعل هو التكليف الحقيقي عندما كوميل كان يغير يتعاطى الغارة على أهل قرقيسية صدق كان يتصور أنه جاي يخدم أمير المؤمنين وأمير المؤمنين فيه رسالة قاسية رفض هذا التصرف شوفوا ليكون إحنا العياذ بالله إحنا وين نلحق على كوميل وأمثال كوميل ليكون حياتنا نقضيها في هذا المجال هذه استبصارات حقيقة ترتبط بليلة القادر وترتبط بهذه المناسبة الفاجعة العظيمة أن الإنسان يعرف أنه يقرر أن يضع لنفسه آلة تقييم جهاز قياس العشوائية في الفكر العشوائية في المشاعر والأحاسيس العشوائية في السلوك قياس الفوضى في الفكر هذه ربما تكون أهم جوهرة في الحياة المادية والمعنوية وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة